موسيقى وزير الإسكان والسياحة يتابعان خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سينا موسيقى مصلحة الضرائب تؤكد عدم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين والتي تنتهي في الحادي والثلاثين من مارس الجاري موسيقى ومدينة نيويورك تتمسك بالصدارة على مؤشر المراكز المالية العالميها تليها لندن موسيقى أخبار المال والعمال أخبار الاقتصاد المحلية والعربية والعالمية نأتيكم بها في نشرة مفصلة من النيل أهلا بكم نبدأ مع وزير الإسكان عاصم الجزار الذي عقد مع وزير السياحة والأثار خالد العناني عقده اجتماعا لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سينا بالإضافة إلى مراجعة بيان الأراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم خطط التنمية الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية أيضا لا سيما في مجال التنمية السياحية ودراسة المشروعات المقترحة بما يسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصولة الدولة أكد وزير الإسكان عاصم الجزار ضرورة تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي أو ما تعرف بترعة الطوارئ سابقا بالإضافة إلى استكمال الشكل الحضاري للمشروع والاستغلال الأراضي الشاغرة والمكتسبة على جانبي المحور بشكل الذي يتناسب مع التطوير الذي تم تنفيذه لتعظيم الاستفادة من المشروع وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية جاء ذلك خلال اكتماع وزير الإسكان مع محافظ القاهرة خالد عبد العال ومحافظ القليوبي عبد الحميد الهجان لإستعراض مخطة تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي إلى مصلعة الضرائب التي أهابت بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشآت فردية وأصحاب المهن الحرة نشدتهم بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم ستنتهي في الحادي والثلاثين من مارس الجاري وأكدت مصلحة الضرائب على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين للتيسير على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع مع أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت اليوم توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالمجمعات صناعية السبعة التي تم طرحها بسبع محافظات تشمل الغربية الإسكندرية بنسويف البحر الأحمر وسوهاد والأقصر بالإضافة إلى المينيا وأكدت الوزيرة حرصها على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال لتعميق الصناعة والتصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية أكد وزير الزراعة دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الأفارقة جاء ذلك خلال اللقاء وزير الزراعة مع كل من وزير الخارجية والطاقة بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية بدولة غينيا لبحث أفاق التعاون الزراعي الاجتماع شهد بحث الجانبين أمكانية التعاون في مجال الاستزراع السمكي والنشاط الداجيني بالإضافة إلى الانتاج الحيواني مع برامج التحسين الوراثي والصحة النباتية والحجر الزراعي وتدوير المخلفات الزراعية أيضا أكد وزير البترول طارق الملة أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين والقيادات بقطاع البترول وتنميتها من خلال رفع الوعي والتدريب والمتابعة خاصة أن مجال السلامة في قطاع البترول شهد اهتماما متزايدا وتطويرا لتطبيق الوسائل الخاصة به وقال الملة أنه تم تبني تطوير أنظمتي وممارسات السلامة وحماية البيئة في برامج التطوير والتحديث بالقطاع باعتبار أنها ركن أصيل في هذه العملية مؤكدا أن ذلك يستلزم الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بزيادة الوعي والتدريب والتطبيق للوصول إلى أقصى درجات الحفاظ على السلامة في قطاع البترول أكدت نيفين القباج وزيرة التضامل الاجتماعي في افتتاح لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي أن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 بالإضافة إلى لائحته التنفيذية يمثل بداية جديدة للعمل الأهلي في مصر فلنتابع هذا التقرير تحت عنوان أفاق جديدة للشراكة جاء افتتاح الجلسة النقاشية لمؤسسات المجتمع الأهلي مع وزارة التضامل الاجتماعية للتعريف باللائحت التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 وزيرة تضامل نيفين القباج أكدت خلال كلمتها أن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية يمثل بداية جديدة للعمل الأهلي في مصر نظرا لمرونته وما يقدمه من تسهيلات وامتيازات وإتاحة المزيد من الشركات انطلاقا من منهج تنموي وحقوقية في آن واحد بيمثل قانون بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر مش بس عشان ميكانة وحوكمة وتطوع ودفع إلكتروني ومرونة في العمل وسرعة في الأداء وتسهيل في الإجراءات ومزيد من الشركات وتسهيلات سواء مختلفة سواء تسهيلات في التعاقدات الإجراءات وواعي الأخر وأعتقد ده سمة المجتمعات المتحدرة وده اللي بتطمح مصر أن تصل إلى مصاف الدول المتحدرة التي لا تضيع وقتا ولا جهدا ولا موارد في انتظار الإجراء وتم الإعلان خلال الجلسة الحوارية عن إطلاق المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلية قبل نهاية الشهر الجاري بهدف الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات وتكوين قاعدة بيعنات شاملة لمؤسسات العمل الأهلية المشاركون أكدوا خلال الجلسة أن قانون الجمعيات ولائحة التنفيذية يعد انطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلية ليؤكد فتح أفاق جديدة للحقوق والحريات كما أنه يمثل انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات ورقابة على أعمالها كان من المهم والضروري وجود هذا اللقاء وعقد هذا اللقاء لعرض الوزارة لرؤيتها فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وفيما يتعلق بالتحديات اللي لو كانت بعض التحديات اللي بتواجه بعض الجمعيات أو المؤسسات في القدرة على توفيق أوضاعها أو القيام بعملها بشكل مر وسلس قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحة التنفيذية يمثل بداية جديدة للعمل الأهلي في مصر نظرا لمراته وما يقدم من تسهيلات وامتيازات وإتاحة المزيد من الشراكات التي تهدف لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان التي نسعى إلى إبرازها محليا ودوليا ننتقل إلى البرصة المصرية التي تبانى أداء مؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الباية في حين اتجهت الأجانب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 675.4 مليار جنيه وسط دولات بلغت بنحو المليار جنيه المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 تراجع بنسبة 74.100% في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 57.100% ومشاهدين الكرام لمزيد من المتابعة ولتحليل أكثر واقعية عن البرصة المصرية تابعونا في مؤشر النيل في السادسة والنص بإذن الله احتفظت مدينة نيويورك بالمركز الأول في أحدث قراءة لمؤشر المراكز المالية العالمية في حين احتلت لندن المركز الثاني في مواجهة منافسة من شونغهاي ومراكز أسيوية أخرى والسنادا إلى 65507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10774 شخصا أجابوا على استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت ظلت نيويورك هي المركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة في حين ترجعت لندن بـ 23 نقطة إلى 743 لتسبق شونغهاي بنقطة واحدة ومن بين المراكز العشر الأولى على المؤشر مع ثلاثة من أوروبا منها فرانكفورت وزيوريخ أكدت وكالة ستاندران بورز للتصنيفات الاعتمانية السيادية أن التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة مازال مستقرا عند AA Plus و A-1 Plus تبقي على نظرة مستقبلية مستقرة لهذا المركز وقالت الوكالة أن وضع الدولار الأمريكي كعملة الاحتياطية الأولى في العالم بالإضافة إلى حجم وعمق السوق المالي بالولايات المتحدة سيدعم مرونة السياسات الاقتصادية وتوقعت الوكالة أن يهبط النمو الاقتصادي إلى 3.5% في 2022 كما توقعت الوكالة أن يجعل التحفيز المالي الأمريكي عبء صاف الدين العام يستقر عند حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في العامين المقبلين وإلى الأسهم الأوروبية التي استقرت مع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية بالولايات المتحدة وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بـ 200% خلال التعاملات مختفيا أثر حالة من الحضار في الأسواق الأسيوية وستحظى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي إزاء موقفها من السياسة النقدية بمتابعة وثيقة بعدما أذكت زيادة في عائدات الخزانة نخاوف من ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة فيما ينتعش الاقتصاد من مستويات متدنية ناجمة عن جائحة كوفيد 19 وفي أسيا في وقت سابق أغلقت أسهم اليابان على استقرار اليوم حيث قبل المكاسب في قطاع الرعاية الصحية عملية بيع لأسهم في قطاع تكنولوجيا جنيا للأرباح رغم استمرار حالة الحضار عامة قبل اجتماعات هامة للبنك المركزي الأمريكي وبنك اليابان المركزي أيضا وأغلق المؤشر نكاي منخفضا بـ 2 من 100% في حين ارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بـ 13 من 100% وفي أسواق المعادن نفيس ارتفع الذهب اليوم ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحل المستثمرين بالحضر قبيل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي أو المركزي الأمريكي الذي يستمر لمدة يومين وصعد الذهب بـ 3 من 10% في السوق الفورية إلى 1736 دولار 42 سنة للوقية أما على صعيد المعادن نفيسة الأخرى هبطت الفضة بـ 2 من 10% بينما هبط البلاتين أيضا بـ 4 من 10% وفي أسواق النفط العالمية تباين أداء الأسعار حيث ستصعد أو تصدت مخوف بشأن طلب متقلف في أوروبا لأمال انتعاش لأنشطة التكرير بالولايات المتحدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي وهبطت العقود الآجلة لبرينت 7 سنتات إلى 68 دولار 32 سنة للبرميل أما عقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد ارتفعت بـ 4 سنتات إلى 64 دولار 84 سنة للبرميل ومن أخبار الذهب الأصفر وأخبار الذهب الأسود انتهت هذه النشرة أذكركم بأهم أخبارها وزير الإسكاني والسياحة يتابعان خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء مصلحة الضرائب تؤكد عدم ماد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين والتي تنتهي في الحادي والثلاثين من مارس الجاري ومدينة نيويورك تتمسك بالصدارة على مؤشر المراكز المالية العالمية تليها لندن أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد جئناكم بها في نشرة مفصلة من النيل دمتم في رعاية الله شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة